دروس التدارك في المدارس الابتدائية هل هي اختيارية أم إجبارية؟ هل هي مكملة للدروس أم مدعمة للمعارف النظرية للتلميذ؟ أسئلة طرحت وسط تشكيات بعض الأولياء والتلاميذ من دروس التدارك في حين اعتبر الإطار التربوي أن هذه الدروس منظمة فبما بعض المعالمين يضغط عليك مش أنه الصغير يقل لي تي يجي للصغير يقول له أنت شبك ما تقرأ شي تي تقول لأمك بالرغم لي وتلقاه في المادة هذه كباهي معناتها وتبرك الله عليه نسمعهم الأولياء اللي هما ما يحبوش يتقدموا بشكه رسمية يعطي إخبار رفقت أو عن طريق فلان عن طريق فلان وما يحبش يجابها المشكلة بنفسه ربما يخاف التابعات بصراحة كنشوف معناتها تليم هل لازمهم يقرأوا اللي تيود على خطر فما مراجعة كبيرة ونشوف المعالم حارس على اللي تيود المعالمين يضغطوا علينا وتقول لك بلدك لازموا اي تيود بالنسبة للتدارك هي مهيش دروس أجبارية هي اختيارية للتلميذ وكانك ما قريتوش مشتقات في أنغرناج خطر المعالمة والي معاش التلهابي حتى ولدك يكون بيه يكون مرتاح مثلا ماش علاقة ما بين التدارك والاعتناب التلميذ في القصم بالنسبة لنا في القصم نعتني وبالتلام ده الكل كيف كيف مثلا بينا ينحيوها الفاظة صرتول تكميل الدروس يعني بيش ما يوليشوا بليقات واريز ما تقرأ بيش تقرأ تيود بيش تكمل الدرس هم يقولوا لك إيجا أقرأ بيش تكمل الدروس ميقانا فما تليم ذا مينجموش ويبدأوا يقرأوا فيهم من غضوية يجي المدرسة يلقاهم كامله وهو فاتوا درس جي تقولك إنا مش نكمل الكورنتي عميكا فيونيش الساعة المعالم مليز موش يقعد معي تهكيك يكمل الدروس الدروس اللي نقرأوا في القصم الرسمية في الليتوج تدارك للتدارك فقط ليس لإتمام وحصص للدراسة بالنسبة أنه يكمل الدروس مستبعد برشا برشا أنه يكمل دروسه في حصة التدارك هذه لكن وين يقع الخلط بالنسبة لكتاب التلميذ نلقاه فيه مثلا عشرة تمارين في الحصة الرئيسية في الحصة الرئيسية اللي يكون بطبيعة الحال محدودة بزمن معين يمكن الزميل أو الزميلة يقوم بزوز ولا ثلاثة تمارين فقط ما يتمكنلوش الوقت بيش كامل باقي التمارين قد يقع أنه يكمل زوز ولا ثلاثة تمارين أخرين في حصة التدارك لكن ليس معناتها أنها تعوض الحصة الرئيسية خلط كبير في المفاهيم عند بعض الأولياء فدروس التدارك تختلف عن دروس الدعم وعن الدروس الخصوصية ولكل صنف تنظمه الخاص دروس الدعم هي دروس تقدم مجانا دروس التدارك هي تنظم بمقابل ولكن هو مقابل رمزي مقابل ما سيقدم ما يعتمد في خصوص دروس الخصوصية اللي هي باعتبارها أن دروس عندها ميزة خاصة وإجراءاتها تختلف عن إجراءات دروس التدارك ولدروس التدارك تنظيمها القانوني الذي يضبط إجراءاتها وترتيبها هي منظمة من خلال نصوص ومراجع ترتيبية نظمتها وزارة التربية وبالتالي يتم متابعتها وفق إجراءات معينة تتقدم من طرف مدير المؤسسة اللي في وثائق معانتها في تقريبا في نقوله نحن في كراس أو في رزنامة تتمثل في عدد صفحات اللي هي تضمن جملة من البيانات معانتها عدد تلامذة المنخرطين في هذه الدروس عدد لسادة والمدخول الشهري ثم عبد ما تقدرش مش تقرأ لي تيت فما لما يقدرش معانتها لازمهم يخليه معانتها لما يقدرش يزمه يخليه يقرأ تابع الدولة ويقسم وفق معانتها نسب معينة ثم هي 20% تتخسم معانتها من الدخلة ذاية البقية 80% لفاية الأستاذ الذي يقدم هذه الدروس وال20% تتقسم كالتالي ثم 15% لتتوزع ما بين معانتها إيطار المنظم معانتها الإيطار لداري المنظم لهذه الدروس وهي نسبة 10% وال5% المتبقية للعمل الذين يقومون بمعانتها عملية التنظيف أثناء هذه الدروس الخمسة في المئة هي تدخل في ميزانية المؤسسة بطبيعة تعود إلى الفايداء للمؤسسة التربوية التي تنظم بها هذه الدروس التدارك دروس التدارك اتخذت من السنوات الأولى والثانية نصيبا لها جسوي كونتر فور سنة أولى يعني ما زالوا صغار وشارج عليهم برشا ووقت برشا سنة أولى متسيلة شنقول معانيها على المنطان سيكون دينار سنة أولى هو سنة أولى معانيها سنة أولى والسنة ثانية ما هو مش في حاجة للتيوت كيفاش تطفل سنة أولى ما زال داخل المكتب من سبتمبر اكتوبر يعني يسنو اللي يفعش يدارك هو بادي جديد إذن العملية واضحة أنها عملية تربح لا أكثر ولا أقل استياء كبير من بعض الأولياء والتلميذ حول كثرة المواد المدرسة التي يتلقاها التلميذ وتأثيرها على نفسيته دروس تدارك هذومة يتعبوا صغير وصلوا للدار كان لستة ونصر معانت حتى اللي تيت في المدرسة لستة ونصر صغير معاش يجب يقرأ ومعا يعطيهم المعلمين دروس يقرأهم يوصلوا هم عشر متعليين لحدش متعليين معاش فيها يقرأ كب من نهار سبت يقرأوا نهار سبت عشية يقرأوا في المدرسة الكور متاحهم السبار للحصة الأعلامية من بعض اللي كان ندخلوا نمشوا للقارد بعد اللي كان نخلنا هابتون أقرأوا من ستة ونصر من نصف النهار حتى تكشل ستة ونصر يصر علينا الجار اللي سيونس هو مبرشة على الصغير يعني بشي تزيده من تي ايتيد وبعد تزول للقارد وبعد تهزوا من القارد وتزول للأيتيد يعني الصغير يوصل لأ لأخر ما نيتها فيبل معاتش يتقبل حتى بيستحكي معهم مثل أبارم في القرية وكل شيء معاش عنده حتى قابلية بيش يحكي معك أنا منذ دليتوت أخطر واحد كما نهار لسنين أنا نقرأ من التسعة حتى العشرة ومن الحديش حتى النص نهار ونص ومن الماضي الساعة نقرأ حتى الستة ونص واحد من الناس أنا لوح الستة ونص الروح نمشي نرقل طوء لأنتعاش والأغلبين نهار نعرس دراتي الأغلبين نتع نهار سنين بينا نخدميش وما نفطرش أخطر عنه نص ساعة ما نتكفناش بيش نفطره والله إبريمون هار لسنين أنا نروح هي مهمة دور استدارك إذا كاننا نتبقوها في الإتار البيداغوجي اللي تتنزل فيه معانتها على الأقل بيش تحصل الفايدة لأنه دور استدارك يتمكن الأستاذ من متابعة التلاميذ معانتها وفق نظريات التعالم الحديثة اللي تطرح بالأساس معانتها المقاربة الفارقية وبالتالي تأخذ بعين الاعتبار الفورق الموجودة بين التلاميذ حصص التدارك بإمكان التأثير سلبين لأن طاقة استيعاب التلميذ في آخر حصة من اليوم الدراسي تكون طاقة قليلة ومنجمش يركز حكم السواء ياسر في المدرسة يؤثر على التلميذ التلميذ ما يقاش في ذا بشي يقرأ في الدار ما يقاش في ذا بشي يرتاح شوي أثر على نفسيته نقوم دروس التدارك ياسر على التلميذ بينها وبين الدروس النظامية والخلط الحاصل مع الدروس الخصوصية وضعية أرهقت الأهداف البدايوجية للرسالة التربوية ومثالية المربي وأنهكت جيوب العائلات الخبراء يؤكدون أن الحل يكمن في مراجعة المنظومة التربوية ككل اشتركوا في القناة